بعثة المنتخب الأولمبي وصلت إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة لخوض أولمبياد باريس ولها يخوض المنتخب ضمن الاستعداد للأولمبياد وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء الجاي فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زمالك على طلع الجيش من نتيجة 2-1 في المباراة لجمعتهم بسادة الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 لمصابقة الدوري المصري وبيحتل زمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بينما يحتل الطلاقة المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة فريق الإسماعيلي حقق فوز كبير على فريق أبو حمد بنتيجة 4-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم في إطار استعداد الإسماعيلي لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 22 يوليو الجاي في الدوري المنتخب المصري للوشو كونغ فو نجح في حصد 27 ميدالية ذهبية وكأس البطولة الإفريقية السادسة لشباب للكونغ فو اللي أقيمت في مدينة دكار بالسنغال داخل الفترة من 6 إلى 11 يوليو الجارية وحصد الفراعنة خلال المنافسات 17 ميدالية ذهبية في منافسات الأسليب و10 ميداليات في الساندة والمركز الأول على صعيد الدول المشاركة والكأس البطولة الإفريقية النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع الدنماركي ستيفان ماتسن لمدة موسمين لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالرجال النادي نادي جيرونا الإسباني أعلن بشكل رسمي الهولندي ضم النجم دوني فان دي بيك لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2028 قادمة من منشستر يونايتي الإنجليزي نادي الوداد المغربي أعلن التعاقد مع الجنوب الأفريقي رولاني موكوينيا المدير الفني السابق لنادي سانداونز خلفاً لعزيز بن عسكر اللي انتهت مهامه مع نهاية الموسم الكروي اللي انتهت مهامه مع نهاية الموسم الكروي